دكتور جادوه بيصار موجود معي هلأ بفقرة فاميلي دكتور بي إدارة المشاعر ومعالجة السترس ورح منحكي معه عن أهمية تقنية التنفس للأولاد والمراهقين ينعاد عليك دكتور أهلا وسهلا فيك دكتور بدي هيك بالأول ذكر بأنه حضرتك أساسة البرج انستيوت يلي من خلاله بتعطي صفوف بتقنيات التنفس بس خلينا نرجع ذكر شوي بها الموضوع هيدا تقنيات التنفس يلي هو صار علم واختصاص يعني منه بس هيك التسليه أو تأمل أو ميديتيشن خلينا نرجع نذكر بأهميته يعني العلم علم التنفس هلأ هو التنفس أكتر حضارة حكيت عن التنفس هي الحضارة الهندية من أكتر من 3000 سنة فهموا أهمية التنفس وعلاقته اللي بيربط بين الفكر والعقل والجسم وكيف بيقدر يعالج المشاكل اللي بتربط الفكر والجسم بين بعضهم تاريخه كتير كتير قديم كتير وقتا نقول في نعطي دروس أو صفوف بالعلاج من خلال التنفس مش تمرين التنفس يعني احنا نروح لأبعد نقول علاج من خلال التنفس بفكر أنه عم نحكي عن المديتاسيون أو التأمل اللي هو أصلا شي كتير أدفانس التأمل ما أصدق أحكي بالعاطل عن التأمل بس عم نحكي عن شي ساشنز أو أشياء بتنعمل شخص حتى ما بيقدر يعملون لحاله هلأ اليوم نحنا رح نجرب قدمة فينا نعطي إشياء بيعملون لولاد لحالهم أو مع الأهل بيعلمون للولاد أو الأهل يعملون لحالهم بس وقتا نحكي عن العلاج من خلال التنفس عم نحكي عن جلسات مدة أوقات ساعتين ساعتين ونصف الشخص مش ممكن يعملها لحاله بس شو أهميتها للجسم للدماغ كيف بتعالج يعني اليوم كيف ممكن الأكسجين يكون هو الدواء مش لحاله الدواء لو الأكسجين الدواء فيه مكانات اليوم فينا نحط أكسجين لشخص ونقول له رخي حالك ونام لا هو الرغبة بالنفس العميق وبالنفس المتواصل بطريقة معينة هي الكتير مهمة نحنا منقول أنه كل شعور كل إيموشن كل حالة نفسية بتترجم بجسمنا يعني إذا واحد معصب بيتنفس بطريقة معينة إذا زعلان بيتنفس بطريقة معينة إذا حاسس بالقلق بيتنفس بطريقة معينة سوالدراسات برهنة إذا نحنا منجي منقلب هالنفس منغير النفس ومنجبر الإنسان يعمل نفس غميق بالbreathing in ونفس غميق بالbreathing out بهدوء أو بسرعة معينة بلا ما يكون عم بيقطش بين النفس لجوة والنفس لبرة بطريقة متواصلة منسميها continuous breath أو نفس متواصل بيكون عم بيخلي الجسم يظهر من النفس طبع المشاعر السلبية يعني كأنه كيف تمرين التنفس الضحكة وقتا نحط القلم الوجه بيشوف العلم راية عيوننا بتشوف وجهنا عم بيبتسم بيفرز أرمونات الابتسامة إذا بديك نفس الشي وقتا يشوف الجسم حاله عم بيتنفس بطريقة معينة بيزيح ما بيقدر يكون معصب وما عم بيتنفس التنفس طبع التعصيب بيلتهي مش بيلتهي بيصير ماشي على صوفت ويرتاني يعني ماشي على ريتم هذه من الناحية النفسية نفسية والجسدية بس تماما من الناحية الجسدية اليوم عم نحرك معناتها الدورة الدموية العضلات عضلات القلب عضلات يمكن حتى الجسم كله الصدر وكل شيء كتير أكتر كتير أكتر من هيك السيستام أرمونات يعني الإفرازات بالجسم وقتا نعمل هالعلاجات هايدي بتتغير وبالجسم بيصير يفرز الأرمونات الإيجابية فيه بالجهاز العصبي فيه شيء اسمه الفايت اور فلايت رياكشن فيه جهاز العصبي اللي نحن منتحكم فيه فيه جهاز العصبي اللا إرادة بالجهاز العصبي اللا إرادة فيه سيستامين فيه سيستام اللي مسؤول عن مواجهة الخطر وقتا نوعا تنقوم نعطى الهم هاي الشغلة يعني عندنا شيء مننا نعملو منعطى الهم ومنصير نفكر أكتر منسرع أكتر بس نكون مرخيين أو بدنا نرتاح من نعم فيه سيستام النوم وسيستام المواجهة اللي بنسميهون السيمباتيك والباراسيمباتيك السيستام سيمباتيك وباراسيمباتيك وقتا الشخص يكون عنده قلق بيكون السيستام سيمباتيك هو دايما عم بي مشي الجسم هو دايما عم بيخلي يكون فيه إفرازات كأنه فيه خطر كأنه فيه عندنا قلق يعني واحد عنده قلق كل الوقت يعني كأنه نحن نايميا عندنا هاسترس واحد اتنين حتى وقتا ما يكون في قلق بيكون الجسم عم بيفرز إفرازات القلق عم بيفرز إفرازات القلق شو بيعملوا إفرازات القلق بيخلوا القلب يترقوا بسرعة بيخلوا العضلات يشدوا بيخلوا النفس يكون سريع هيدا السيستام سيمباتيك بيخلي كل شيء يسرع بقوة كتير كتير كبيرة لكن نحنا لحتى نقدر نقاوم هالموضوع أو لحتى نقدر نحنا نوقف هالموضوع أو نرخي هالسيستام هيدا بدنا ننقل من سيستام للتاني يعني مثل كأنه عم نفوت مثل ما تفضلت وذكرت من سوفتوير للتاني من بروغرام للتاني نقدر نعمل هالشي جلسة التنفس اللي مدتها سعتين أول شي بتعمله هو أنه اللي بيصير بالأحرى مش بتعمله هو أنه السيستام المواجهة سيستام القلق بيكون هو مسيطر على الجسم هو بيسيطر عن نفس بيخلي النفس يكون نفس قلق وفيه تنشن وتشنج عضلات بيبدو يسيطر هو السوفتوير يعني احنا بنحكي عن حروب السوفتوير بقلب الجسم عن جد هيك بيصير من جوه مثل برنامجين عم بيتخانقوا معهم بالضبط البرنامج الأقوى بالأول بيفرض حاله اللي بيصير وطريقة النفس اللي بنتنفسه هو اللي ترهق هيدا السيستام بيوصل لما ترحى السيستام بناخده على آخر الكباسيته تبعه ما بيحود قادر بقى يهو يسيطر فجأة بآخر الجلسة بينطف السيستام والشخص بيقدر يخفى وهون بنكون كأنه رجعنا رجلجنا السيستام جلسة عن جلسة هالسيستام طبع المواجهة طبع القلق اللي بيبعث لنا مساج أنه في خطر انتبه في شيء مش مريح رح يصير هو لو ما في خطر هلأ بهاللحظة وعم بيعمل هالإفرازات جلسة عن جلسة بتصير تخف قدرته على السيطرة نفسي شيء بيصير على الولاد وعند الأهل صحيح بدي أحكي كمان عن أي أمراض أو مشاكل صحية ممكن تكون أكتر شيء عم تستفيد من هالموضوع بس خلينا أخذ التسعة الألو بونجور بونجور تفضلي أهلين زينة تفضلي بدنا صوتي على شوي بستوديو ايه أنا عندي مشكلة بالتنفس نعم يعني بحس أنه عندي كتير صقوبة بالتنفس مش شوي كتير إلى درجة أنه أنه مبعا في عندي أكسيجان يعني يعني وقت تفحص الأكسيجان بيطلع مستوي قديش بالدم كيف يعني يعني شي مرة فحصت الأكسيجان بالدم بيحطوه هيك شي بالأصبع بيطلع لك نسبة الأكسيجان لا أوكي حتى ودايما بيصير معك بيتكرر هالموضوع قديم مثلا عطول عطول وعندي وجع راس كمان لدرجة أنه كيف تحس أنه الأكسيجان صار يعني ما عايد عندي أكسيجان لأنه بيطيع كتير وكتير يعني بدوج نعم بيقول لي فيه شخص بيقول لي أنه عمله شهي وزفير نعم رح نحكي عن هالموضوع لا فيه تمارين رح نحكي عنهم إذا بتجربت طبقيهم لمدة 20 دقيقة أو 15 دقيقة أو مرتين بالنهار بيفيدوك بشكل كتير كبير سلامتك زينا رح نجرب قد ما فينا نعطي اليوم نصايح وعملية يعني إكزرسيسات تمارين عملية دكتور أول شيء يعني السؤال هوني كتير مهم على أنه نقص أو ديقة النفس أو قلة التنفس الجيد على شو بتأثر على المدى الطويل صحيا وعضويا وأي أمراض بتستفيد أكتر شيء من هالموضوع نحن اليوم كمان بيزارف كورونا يعني أكتر شيء عم نخاف على الراوية على الجهاز التنفسي قد ممكن هالتقنيات اللي رح نحكي عنها اليوم تكون عم تفيد مش بس ولا تكون عم تفيد كل الناس منشان هيك وقت سألتيني اتضحكتوا لأنه الجواب بكل بساطة كل شيء فين أقلك يعني السترس والتنفس الغير سليم اللي بيتأثر بالسترس 80 ل85 بين الامراض الموجودة فين أحكي عن المناعة نعم وقوة جهاز المناعة طبعنا فين أحكيك عن مليش من فوق من الراس أوجاع الراس الدوخة مشاكل الدينين الكزعة السنان واجعة السنان مشاكل بالعيون بعض مشاكل النظر أوجاع الرقبة العمود الفقر الحسسية الربو الالتهابات المتكررة بالجسم مشاكل الجلدية حتى بعض أنواع الكنسير بتتعالج بالتنفس أو بتساعد يمكن أو بيعمل بوست للعلاج بتساعد العلاج الموجود وبتسرع أكتر مشاكل الجهاز الهضمة الحرقة النفخة مشاكل الالتهاب البولية معناها كل شي ريليتد لسترس كل شي كل شي عم بقلك 80% ل 85% من أمراض العصر هن مربوطين بسترس بشي ما بيقل عن 50% يعني إذا اعتبرنا هيدا المرض أقل شي نصه بيتفاعل بشكل كتير كبير مع الاسترس والاسترس بيغزي وبيصعب له علاجه دكتور الولاد بيشعروا بها استرس اليوم رح محكي عن الولاد الأصغر وعن المراهقين كمان قد يقدروا يحسوا بهالموضوع لحبلش من عمر صغير للحقيقة بيريح بالصدفة كنا عم نحكي عن بنت صغيرة عمره سنتين وثمانين تشهر ما بتنام مظبوط صارت صبيعي يعني ما بتنام مظبوط ما بتاكل مظبوط مبين أنه في شي علاقته بأشياء أكتر يعني مش عضوية أكيد مفسية أكتر من أنه تكون عضوية نقدر نبلش منها العمر من أي عمر منقدر نبلش مع الولاد ليه بدنا نبلش شو في أشير بدلنا أنه هالولد بحاجة لهالموض أول شي فينا نبلش من قبل ما يخلق الولد فينا نبلش من هو والولد بعده جنين نعم لأنه اليوم الدراسات برهنية أنه الولد والجنين بالأحرى بيتفاعل مع الأرمونات والإفرازات طبع أمه وحتى طبع ردة فعل بيه يعني إذا فيه جو تعصيب أو تشنج أو مشحون بالبيت إذا الأم عند أحباط إذا قلقاني إذا خيفاني الجسم بيفرز أرمونات وبيوصلوا للجنين وبيتفاعل معه وفي كتير ناس بيخبروا أصلا يعني مش بس الدراسات بره يعني تحتى الناس بيحسوا أنه وقت تكون معصبة أو مبسوطة بحس أنه الولد عم بيتحرك بطريقة على كل حال فيه دوكومنتريز وفي كتير نعملوا عن هذا الموضوع بيفرجوا بقلب صح البطن الأم شو عم بيصير يعني واضحة جدا صح صح التمارين التنفس اللي الأم بتعمله هي المرأة الحاملة إذا بدك اللي هي بتعمله بتبلش تأثر بشكل إيجابي على الجنين أول ما يبلش يتكون جهاز العصبة طبعا إذا بدك أول أشياء هو السترس طبعا الأم والبي طالما البي والأم عندهم سترس هيدا فينا نعتبرها سيستيماتيك أكيد أكيد لازم يكون في مفوتين التنفس إذا بدك بالعداد طبعا العائلة وقتا يخلق الولد أول ما يخلق شو أكتر مشاكل بيصيروا هن النوم والرفلو صح والمغص التنفس بيساعد لهول ثلاث أشياء أوكي تمرين تنفس وأول ما يخلق الولد فينا نكون عم نعمله تمرين تنفس كيف بأنه نحنا نتنفس الولد منشان هيك منقول نحنا أول ستة شهر بيلحق نفسنا بيلحق نفسنا ومنشان هيك لازم ينام حد الأم أول فترة كتير قريب لأنه بيسمع هو صوت النفس وبرقلي جرغم أنه نفسه هو كتير سريع بس بيرقلي جريت من نفسه بس يسمع النفس فاللي فينا نعمله هو أنه نحمل الولد أوكي وعادة كيف هيدا بشكل مبالغ فيه شوي أكتر كأنه مرجوحة يعني عم نرجح ونحنا نعمل تمرين التنفس اللي رح يكون عم نحكي عنا هلأ شوي اللي فيها تكون بكتير بساطة أربع ثواني بريثينج إن أربع ثواني نهد النفس أربع ثواني نطلع إذا ما بدنا نهد النفس مشارة مع النيوبورن يعني فينا نعمل خمس ثواني إن خمس ثواني آت على مدة عشر دقايق نحنا وعم نمرجح الولد بإيدينا فينا نبلش من هالعمر وبعدين لما الولد بيصير يفهم علينا ويقدر يتنفس تقريبا بين السنتين ونص وثلاث سنين الولد بيصير بيقدر يستوعب أنه يعمل تمرين تنفس بطريقة لعب هلأ منرجع منحكي فيها بس هون يعني سألتيني سؤال أنت أي متى الحاجة بحتار شو بدي أقولك فيني أقولك دايما الحاجة لأنه الولاد بها العمر عندهم يعني عندهم مشاكل قلق باي ديفولت ما عم بيحكي بلبنان أنا عندهم مشاكل قلق عندهم مشاكل بدهم يعملوا أشياء وما عم نخليهم يعملوا بدهم يكبروا أكتر من عمرهم عندهم مشاكل بأنه يخافوا على أهلهم يتركوهم إذا بدك يحترموا كمان الرولز أنه هيده ممنوع وهيده مسموح بدهم يمشوا على نظام وعلى أقوانين صار أنه هيده مسموحة هيده ممنوعة هيده تركها هيده خليها هلأ روح هلأ ما تروح فيه سيستام كل بيت بيمشي على سيستام معين الولاد ما بيحب يمشي على السيستام سو بعدنا عم من عم من أولبو إذا بدك لحتى يصير يمشي بسيستام هون عنده كونفلي بده يفرط حاله بده يفرط شخصيته بده هاي الشغلة بده يكب بده يكسر بده يوصخ ونحن ما بدنا نخلي ما بدنا نخلي ما بدنا نخليه دايما سو فيها الكونفلي غير القلق اللي بيحسوا يعني إذا ما حكينا أنه الأهل عندهم قلق إذا الأهل بيغيبوا كتير وما بيكونوا موجودين معه بيحطوا عن سده جده أو بالقردوري بيخاف أنهم ما يرجعوا إذا راحوا وطولوا زيادة على اللي عم بتقوليهم هو للظروف الزايدة يعني بسهولة كل ولد بيعيشهم أول جزء حكيته سو دايما الولد عنده تنسيون إموسيونال الولد من السنتين للأربع سنين الولد سرعة تطور عقله وفكره قد يستعمل نسبة من خلايا بماغه ومن الزكاة طبعه نسبة هائلة يعني بيشتغل على الجينيس لفل يعني إذا حضن هلأ بعمر الثلاثين سنة أو عشرين سنة عقله بيتطور بسرعة الولد بيكون بيخترع ممنع شي ما بيتخيله الإنسان يعني جب عندي أتصال ألو 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 يا علا بونجور بونجور بدي أسأل الدكتور عن هيدا العلاج إذا على حالة الصرع يعني صرع أكيد سنة عنده حالة صرع أكيد أدي عمره خمسة عمر إلى كمان التمرين اللي عم بيحكي عننا الدكتور نعم شكرا لأتي سأليك شو أخير حالة صرع هل في تمرين كمانا أكيد أكيد كل ما يكون فيه مرض جسدي يعني مشارة عضوة وجع الراس مش دايما عضوة 80% من الأقوات ما فيه شي عضوة بوجع الراس كل ما فيه شي مشاكل فيزيك حتى ولو عضوية كل ما فينا نطول يعني نحن رح نحكي عن خمس دقايق عشر دقايق بس من هلأ عم بقلكون للأشخاص يلي عندهم وجع راس يلي ما بيناموا منيح يلي عندهم ديقة نفس عملوا عشرين دقيقة مرتين بالنهار عن جد فيه نتيج كتير كتير منيحة بتكون نعم إذا بنا ننتقل لمرحلة مراهقة قبل مراهقة بدك خلينا بصغار يلا خلينا بصغار حتى نحكي عن الصغار كتير مهم إنه الأهل يكونوا ويعيين لشو الأشياء اللي بيعملوا تريجر واللي بيحركوا الولد كيف بيعبر عن مشاعره بيبكي بظبوط بعصب بيصرخ بيكسر ما اللي بتجي مع البكي أو بيبطل يأكل أو بيبطلين أو أو بالضبط أول واحدة إلنا البكي والصريخ والأغريسيفيتي تانيا إلت النوم ورفض النوم والخوف من النوم وثالثا الأكل دي بيخافوا من النوم بيخافوا من النوم ما بيحبوا يناموا لأنه هو سيپارسيون النوم بعدنا بدون من الأنغوية سيپارسيون يعني الخوف من الانفساد مية بالمية إذا بدي كتير مهم إذا مناخد الجزء الأول لأنه النوم والأكل واضحين شو هنه واضحين بمعنى أنه الوقت تبعون واضح يلي هو بالليل أو وقت الأكل قبل وقت الأكل بس باقي التانترومز والتعصيب والأغريسيفيتي والبكي اللي بيعملوا الولد كريايز البكي اللي فيه تضل خمس دقائق عشر دقائق ربع ساعة كتير مهم أنه الأهل يرائبوا شو هنه الأشياء اللي عم بيخلوا ابنهم يعمل هيك يعني وقت اللي هنه عم بيفلوا مثلا وقت اللي هنه يرجعوا ويكونوا فلين وقت اللي بدون يعملوش جديد وقت اللي بدون يلبسو كل ولد كل عائلة وقت خيل كبير يقلو مدرشو بغض النظر كتير مهم يشوفوا هول التريجر شو هنه واحد أوكي اللي قلنا اتنين منهم واضحين النوم والأكل هولي ما بدنا ننبش عليهم موجودين اتنين هالتمرين التنفس ما نعملها وقت المصيبة وقت الكريزة وقت البكة هولي بدنا نمرن ولد عليهم كأنه عم بيعمل رياضة الولاد بهالعمر نعرف نحن من عمر السنة وقبل في تمرين رياضة بين عمل الولاد بيعمل جيم بيعمل ريبولي من علم حسب عمره حسب عمره في رياضة بيقدر يعملها لا ينمي جهازه العضلة والعصبة والسكولات طبعه فنفس الشي في عنده تمرين تنفس فيه بيش يعمل مثل ما قالنا من السنتين وشوي حتى قبل حسب الولاد فيه من 18 شهر من 18 شهر وطلوع من نبلش هول التمرين رح أعطي أكبر عدد ممكن من التمرين يعني فيه عشر اتناعشر تمرين خلينا نعطي التمرين لها الشريحة من العمر الأهم تنترديوص للتمرين رح أعطي كتير احتمالات أهم شي ما شرط نعلم كلهم للولد نشوف شو أكتر شي بيحب الولد نشيك دايما نحن نعطي تمرين زيادة منقول شو اللي بيظبط مع ابنكم واحد بيكفي تمرين واحد بيخذ اتصالين قبل ما بلش بالتمرين ألو ألو بونجور بونجور تفضلي نحاتك فيني أحكي مع الحكيم تفضلي انت على الهو مرحبا مونجور حكيم كيفك أنا مريض سكري وضغط نعم عم نام بالنهار كيف ما حطيت راسي بنام بالليل لما أجي لنام خلص ما بعود فيه نام بيصير عندي ديقة نفس وبيضلي للساعة واحدة ونص اثنين اثنين ونص آخر شي بياخد حبي لنام ما بيقدر نام نعم ظلنا مشنجي كل الليل وأعصابي وما مش عم بقدر نامي حكيم جربتي ما تنامي بالنهار شي مرة انه قامت البعضة بس حط راسي بالليل على المخدي بدي نام على تاختي جربت تمرين التنفس بعد تمرين لا ما عم بعمل عم تتعرف عليهم اليوم معنا شكرا لاتصالي الاتصال التاني ألو مونجور ألو ألو كيفكم أهلين تفضلي بتسأل الحكيم سؤال ما خلت دوا ما خلت بسهل معنا لقب يحبط يحبط كرمال الصوت مشكلة بالصوت صوت ايه نعم يحبط ما بيان ولا اي مشكلة عدوية 5-3-4-5-6-8 خصاولي باي بالقبر ما كانوا يادر عنه رح خليكي تحت الهوا بليز رانا إذا بتقدر تعطينا المعلومات لأنه مش هم نقدر نسمع منيح بالستوديو لكينا في لكينا وصفوا لقبر ما في شي نفع ما نبين ولا مشكلة لكينا عضوية بالصوت بس صوتها هيك يعني عم بيروح صوتها عم تقدر تحكي مظبوط ونفسها كتير صعب والأوتار الصوتية كتير منيح الأوتار الصوتية منيح أكيد بفتكر فحصت كل شي لكن أكيد جلسات التنفس بنفع وابك بس ليه بدو يصير هاك عم بتشد على صوتها أو شو عم بيصير الجهاز العصبي اللي كنا عم نحكي عنه أول شي طبعا السيستام سيمباتيك يلي هو اللي بيواجه هيدا وقت يكون هو السوفتور اللي مسيطر على جسم الإنسان للشريين طبعا الدم بيشده الأوتار الصوتية بيتشنجوا العضلات طبعا الرواية طبعا الطويول اللي بقلب الرواية البرونش بيشدوا ما في شي بالجسم ما بيشد بيهولي حتى العضلات طبعا الأوتار الصوتية بتقدر تسكر وتتشنجوا في ناس بسبب حالات نفسية معينة ما بعضوا يقدروا يحكم نحنا رح نبلش نعطي أول تمارين للولاد يلي قبل عمر المراهقة نرجع منتابع مع أولاد اللي عمرهم بالمراهقة وبعدين إذا بقلنا شوية وقت رح نجرب نعطي للبالغين أيضا أو هنه بيمشوا على الكل بصير فيه فارييسيون صغيرة فيه فضل أول تمارينين للأصغر أولاد هنه بدوا يكون فيه شي بدون يحسوا عم بينفخوا لهدف معين أو عم بياخدوا نفس لهدف معين سو من شناك منحكي عن تمارين الشمعة أو تمارينه للبالونات يلي بدنا ننفخوا بالونات الصبون أو بنحكي عن شاليمون شاليمون ينفخوا بالكبية أو كليناكس أو ريشة بدون ينفخوا سو بدون يكون فيه شي بدنا نقل له للولاد بدون ينفخ لحتى يدفشوا أو يطفي أو يطلع سو هون بدنا نقل له للولاد بدون يخذ نفس غميء منتمه أو من منخاره وما بيهمنا ياخد نفس غميء ويجرب ينفخ من كل أوتو لحتى يطفي الشمعة أو الأكتر شيء هو الريشة أو الكليناكس الرقيقة يعني ورقة الكليناكس يبدو يركز عليها وبيصير بيحسها أن الشمعة مش براتيك كل تكة بديك تضوي والبالونات مش كتير براتيك إذا بدي أعطي أكتر شيء براتيك للبيت ينعمل أو ريشة أو كليناكس رقيقة نفسخها أو شقفة كليناكس نحطها وبيصير على طاولة الصفرة مثلا أو على الأرض بيركع وبدو ينفخها لحتى يمشيها من هون لهون بياخد نفس وينفخها كأنه لعبة بدو ينفخها أكتر 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 بيرجع بالدوير على مدة خمس دقايق أو عشر دقايق كتير مهم مثل ما قالت هول التمارين ما نعملون بالوقت يلي بيكون فيه هلأ كريزة بنا نعملون ونمرن الولد عليهم بشكل إذا فينا يوميا بشكل دائم أو ورقة شجرة مثلا هول الهلأ بالخريف بينزل ورق شجر كمان يعني إذا فينا يكون إذا عم نتمشى مع ابننا نلاقي شيء على أرض نقول له مثلا يلا هيت لحتى ناخدها هيدين لما مننظفها ونروح لبيت منلعب فيها منصير ننفخها يعني بدنا دايما نستغل كل الظروف يكون عن جد فيه شقفة من فكرنا دايما عم بتنبش أي سيتيوازيون أي ظرف فينا نستغله لحتى نحمس ابننا يعمل هالتمرين التنفس نقطة تانية كتير مهمة ما بدها تكون أصاص يعني مش إنه نصير يلا تنفس وعم بقلك تنفس وشو باك مش عم تتنفس أحسن ما نعمل تمارين التنفس يعني كتير مهم تكون بشكل لعب نكون نحمسه للولد ونقنعه ويخليه صير ويتحمسه وقتى هو يطلع أفكار إنه شو بتحب أنت تنفخ وقالا بتصير سيانس سترس بدل ما تكون سيانس رولاك بالضبط فأجبار يكون في هالشقفة هيدة كتير مهتمين فيها لنرجع على الورقة أو الكليناكس أو الريشة بدوا ينفخها أطول وقت ممكن وأقوى وقت ممكن نعم ومن شان هيك من نقل له عبي نفس غميء وطلع هيدة أول شغلة لأصغر أصغر بتلبيه وتخليه ركز وكل هالأمور بالضبط هيدة أصغر أصغر شي أكبر نقطة وقت البلش الولد يقدر يميز يلي هي تقريبا على السنتين ونص للتسنين بين يعبي صدره ويعبي بطنه كتير مهم نطلب من الولد ينام على ظهره يحط إيد هون أنت ما حط إيدي على الميكرو وإيد على بطنه وياخد نفس نحط له شي على بطنه ينام على ظهره بالضبط وبدو ياخد نفس ويتخيل أنه فيه بالون ببطنه وقته ياخد نفس هالشي عم بيعلى وبينزل بيعلى وبينزل علبة كلينكز عنده بسينة أو كلب نقعده على بطنه كلب صغير أكيد أو لعبة بيحبها يصير يشوفها كيف نقبله راسه كيف وقته عم بياخد نفس عم تطلع وتنزل نفس الشي أغمق شي ممكن منجرب نطلب منه هون يحبس نفسه ثانيتين يمكن بركة ويطلع عمدة خمس دقاي أو عشر دقاي وقته يحوص الولد من ريحه شوي ومنرجع ونعمل ما بدنا يصير أصاص هيدا وقته يكبروا الولاد أكتر شوي هلأ في تمرين كمان كتير حلوين للولاد الصغار يلي هن من نقللهم يقلدوا أصوات معينة بالنفس تبعهم أو حيوانات معينة مثل مثلا الأرنب مثلا كيف الأرنب يعمل بيشم هيك وقته يقرب أو كلب أو بسينة أو بده يعمل صوت الترين مثلا يعني يعمل أصوات لحيوانات معينة لأوبجاي معينين موجودين الصوت بيخلي الولاد يتحمس ويصير بده يعمل النفس أكتر ومثل ما قلنا دائما خمسة لعشر دقائق والأحسن دائما نعطي هالنصيحة وقتنا نكون عم نعمل شي مع ولد البي أو الأمة فيهم يضلوا نوقفين حده للولد ويقدروا هنا كمان بدهم يقعدوا على الأرض بدهم يصيروا مستويه بعيونهم بعيونه وبدهم تعملوا ويشاركوا خمسة وقدروا لديت النفس خمس ثواني ما يقدروا يتحملوا ساعتها منقول خمس ثواني وخمس ثواني المهم أنه يكون يصير نفسنا عم بيمشي مثل الساعة يعني نحط كرونوماتر قدامنا وطالما في خمس ثواني يعني واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة يعني رح عمل أنا مثل الساعة بدنا نمشي بعد دقيقة منصير عم نحس أنه بلا ما نعد خلص أخدنا الريت أخدنا الريت ومسرنا عم نمشي فيه هيدا إذا بنعملوا للأشخاص اللي عندهم سكرة مشاكل نوم ديقة نفس نقص بالأكسجين ووجع راس عشرين دقيقة أول فترة بتلقوها طويلة بلشوا خمس دقايق بعدين عشر بعدين خمسة عشر لتوصلوا عشرين بلشوا مرة بعدين سيروا مرتين بنهار عن جد بوعدكم فيه ناس رح تتغير حياتهم من هالتمرين نعم دكتور للمراهقين نفس الشي بيتابعوا نفس القديم يتحسنوا حتى أرمونات يعني نسبة التركيز علاماتهم بالمدرسة خاصة هلأ مع الأونلاين وقدرة التركيز على الأونلاين بدي أقول شغلة كتير مهمة بأنه رح يبطل عنا وقت كتير هو للتمرين الخيار الوقت أنه أمتين نعملهم كان للمراهقين أو للولاد كتير مهم من شك قلت أنا الأهل يعرفوا التريجر تابعهم المراهق بيعرف التريجر تابعهم بيقدر يعملهم قبل الشيء المهم اللي بدوا يعملوا وعنده مشكلة يصير يعملوا مثل الفنانين والأشخاص اللي بيطلعوا بيعملوا في performance قدم جمهور معروفة للولاد بلشنا قبل النوم قبل الأكل قبل الظهرة قبل ما بدنا نلبسون بخمسة دقائق عشر أبكر شي ممكن ضغرة قبل قبل ما يبلش نعرف أنه هلأ بدوا يقول لأ بدوا يبكي وبدوا يصرخ مش ما بدوا يظهر قبل الظهرة أوكي عنا صف أونلاين وما منقدر نركز وبيجعنا راسنا قبل الصف أونلاين قبل الفحص قبل المقابلة قبل الحياة لاشي قبل عنا انترفيو شغل قبل الميتينج قدي بتحسن النوم؟ 80% للسيدة اللي تصلت فينا 80% بعد ثلاث أسابيع بعد ثلاث أسابيع من نعمل عشرين دقيقة قبل الظهر وعشرين دقيقة قبل النوم بعد ثلاث أسابيع للولاد الزغار بيكفي خمسة لعشر دقايق قد ما بيقدر يتحمله نعم يعني وقت يبلش الولد يحوص ويزق منجرب نربح وقت منلهي بشي تاني منرجع من نعمل مرة تاني لوقتها ما يحوص ومنوقف ما قالنا أنه كمان بحسن الجهاز الهضمي وبيمشي الجهاز الهضمي أفضل بكتير خصوصي للولاد اللي بيعانوا من بعض المشاكل بين إمساك وأسهل وغيره الأفضل أنه يكون الشخص مستلقي على التخط على ظهره مشارط مشارط أكيد للكبار وإذا عم نحكي للنوم وللاسترخاء ولوجع الراس أكيد بس إنه إذا قاعد ومرخ حاله ولاقي رقب تعشيم وريح كمان بيمشي شكرا لك دكتور جاد وهبي دكتور بإدارة المشاعر ومعالجة الاسترس أكيد لكل الأشخاص اللي بحبوا يستشيروا ودكتور وهبي بيقدروا يتصل فينا تحت الهواء بريك ومنتابع مع جاتف اشتركوا في القناة